الدعاء عبادة الله سبحانه وتعالى بكل أنواعها روى أحمد وأصحاب السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ قوله تعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فالمراد بالدعاء هنا في هذه الآية العبادة بكل أنواعها من صلاة وصيام وزكاة وحج وذكر وقراءة قرآن وغير ذلك لأن الكفار أو العاصين المستكبرين عن عبادة الله مصيرهم جهنم والله أعلم